وللمزيد من التفاصيل حول مواجهات الصرواح واستهداف الميليشيا للأحياء السكنية في المدينة نتابع رسالة الزميل خليل المليكي مراسلنا في معرب نعم المعارك في صرواح شديدة جدا منذ يوم أمس حين حولت الميليشيا الحوثية التقدم نحو مواقع أبطال الجيش الوطني أبطال الجيش الوطني تصدوا لتلك المحاولات وهاجموا على الميليشيات الحوثية التي حاولت التقدم المصادر رفعة في المنطقة العسكرية الثالثة أكدت لنا أن هناك أكثر من ثلاثين أسير من الميليشيا الحوثية كذلك قتلى الميليشيا الحوثية بالعشرات وإضافة إلى الجرحة كذلك طيران التحالف شن الكثير من الغارات على مواقع الميليشيا نحن نتحدث عن محاولة بائسة من قبل الميليشيا الحوثية التي تصنع لها نصر ونهميا لكن أبطال الجيش الوطني تصدوا لتلك المحاولات وقاتلوا عناصر تلك الميليشيا للعلم الميليشيا الحوثية تحاول أن تصنع نصر من خلال قصف الأحياء السكنية هناك قصف على حي سكني في مدينة مأرب اليوم الظهر راح ضحية هناك نساء وأطفال جرحة وثقنا هذه الحالات والميليشيا الحوثية تحاول أن تصنع لها نصرا من خلال قصف الأحياء السكنية في مدينة مأرب عشرات المرات وهي تقصف الأحياء السكنية نحن نتحدث عن ميليشيا نازية لا تأبه بالمدنيين ولا بحياة المدنيين